استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيسة التنفيذية لشركة سكاتيك النرويجية ترييه بيلسكوغ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية للشركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رييه بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك إي أس إي النرويجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة بالإضافة إلى السيدة هيلدا كليمتزدال السفيرة النرويجية بالقاهرة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتيك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر ومن بينها مشروع إنتاج الهايدروجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهايدروجين الأخضر ومشروعي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار وفي ضمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في ضمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء لالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات وأضاف الجانب النرويجي أن هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الأعمال يقابله من جانبهم حرص أكيد على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء والمصدرة لها بما يجعل مصر وجهة ومحورا للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية ومركزا إقليميا لإنتاج وتدول الطاقة وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة